ازايكم يا شباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر فيديو جديد فيديو النهاردة يا شباب هنتكلم عن المونتاج لكن النهاردة المونتاج هيكون على الكمبيوتر باستخدام برنامج في المرة تسعة قبل ما نخش على التفاصيل يا شباب ما تنسوش لايك للفيديو وشير عشان يستفيد منه ناس كتير وطبعا ما تنسوش تفعلوا الجرس بعد ما تشتركوا في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة او الباو لا عندكم استفسرات او اكتراحات اكتبها لتحت في كومنت واسب لكم طبعا روابط حسابات السوشيال ميديا في صندوق الوصف حاب انت تواصله معي تعالوا بينا بقى نشوف الفيديو اول حاجة يا شباب برنامج في المرة في منه نسختين في منه نسخة للاتنين وتلاتين بيت ونسخة للاربعة وستين هسيب لك لينك تحمله صندوق الوصف من الموقع الرسم تمام كده فانت هنا هتحمل او اه تحمل النسخة حسب نوع جهازك طيب بالنسبة طريقة التحميل لو انت ما انت شعر في النسخة عندك اربعة وستين ولا اتنين وتلاتين حاجة سهل هتعملها الوقتي طبعا البرنامج انا هشرح لكم كل حاجة عنه بالتفصيل وهنجرب كل حاجة قدامكم دلوقتي طيب يا شباب هنا انا هبدأ طبعا تسجيل عشان اوريكم كل حاجة تظهر قدامكم اول حاجة لو انت بقى حابب تحمل البرنامج هتخش الاول على ماي الكمبيوتر تضغط كليك يمين وبعد كده تضغط على الاخيرة بعد هنا كده يا صاحب اوات هتخش هنا زي ما انت شايف هنا هيزلك معلومات عندك زي الرمايات والمساحة اللي عندك وكده هنا زي ما انتم شايفين هو ته شباب مكتوب اربعة وستين بت يبقى النسخة عند اربعة وستين تخش على جوجل او تخش على الرابط اللي اسمي لك في صندوق الوصف وتحمل نسخة اربعة وستين لو اتنين وتلاتين هتلاقي مكتوب اتنين وتلاتين طيب كده يا شباب كده نشوف بقى البرنامج هي ده طبعا يا شباب وجهة البرنامج وجهة سهلة وسهلة وبسيطة اول حاجة طبعا البرنامج ممكن تحوله للغة العربية لان هو اول ما بتنزله بيكون بالانجليزي فانت تقدر ان انت تحوله للغة العربية تمام كده يا شباب اول حاجة بقى مشرحة في البرنامج ازاي بقى ان انت استورد الفيديوهات اللي انت عايزها يعني مسلا في في فيديو على الكمبيوتر انت عايز تحطه في البرنامج عشان تعمل له عملية منتاج ازاي بقى تعمل ده طبعا يا شباب دلوقتي هنروح نعمل الفيديو اول حاجة يا شباب نضغط على استراد وبقى استراد ملف من الوسائط عندك طبعا الفيديوهات والصور كل حاجة هنا ايات يا شباب طبعا انت تقدر تختار صور والفيديوهات اللي انت عايزه بتقدر ان انت تضيفه تمام هنا انا هنا اول حاجة هاختراف فيديو في فيديو اوات يا شباب الفيديو ده نزل مبارح على قناة طبعا الفيديو ده ده لسه مش متمنتج طبعا ان المنتجته ونشرته اساس لان بس الفيديو ده لسه مش متمنتج هعرفكم بذل ان احنا المنتجه بكل سهول بتحطه هنا كده بالشكل ده كده بيجيب لك الاختيار ده بقول له لا تغيير. تمام كده يا شباب كده الفيديو بقى هنا في اول حاجة الفيديو هنا في مشاكل. اي هي المشاكل? الفيديو في صوت والصوت ده انا مش عايزه لانه ده الصوت يعني انا مصور الفيديو ده باستخدام طبعا المصور فكان فيه صوت بيطلع واني مش عايز الصوت ده. تمام? اول حاجة يا شباب هنعملها ان احنا نضغط كليك المين وبعد كان نضغط كتم الصوت. كده الصوت الكتم زي ما انتم شايفين ظهر باللون اللي هو الرصاصي. لو ضغطت تاني على كتم الصوت هي طبعا هتلاقي علامة صح هي كان مفعلة. لو ضغطت على تاني هتلاقي الصوت رجع باللون الازرق زي ما احنا شايفين. تمام? احنا اول حاجة اول حاجة انا بعملها اول ما بقى قش عشان اعمل الفيديو بعمله كتمل الصوت. بس طبعا مش كل الفيديوهات بعملها كتمل الصوت. الفيديوهات اللي انا بصورها بس عشان بيبقى في الصوت خارج لان انا بسجل له الصوت لوحده. لان الصوت بيكون يعني غير الفيديو. تمام? وفي الفيديوهات طبعا بصورها الصوت وصورة زي الفيديو اللي انتم بتشوفه ده. تمام? هنا عملنا كتمل الصوت بس هنا في مشكلة ان الشاشة مش كاملة وشكلها مش حلو. اول حاجة ان تضغط على الفيديو كده بتحدده. وبعد كده بقى هنا الابعاد ديت بترفعها كده عشان تضبط مع الشاشة. وهنا بقى هي الحاجات السعودة دي بتحاول ان انت تخفيها كده اول وطبعا الجزء الابيض اللي هو بيبقى خارج من الموبايل ده بنخفي برضه. كده. وبعد كده بتنزل الفيديو على تحت بالشكل ده كده. كده الفيديو زبط بقى كويس. تمام كده يا شباب كده الفيديو بقى مية مية. تمام. كده الفيديو بقى كويس اهوات طيب انت بقى عايز يعني في حاجة عايز تكبر وتصغر زي ما لسه ما تكبر من خلال خانة دي كده بتصغر يعني بتصغر ايه? شكل الفيديو عشان تعرف تشوف نهاية الفيديو كده بتكبر عادي. كده اولا يا شباب بتصغر وبتكبر. او كده. تمام? بتحط هنا الماوس كده اول ما بيظهر بالشكل الاسهم ده. بتبدأ ان ان انت بتحرك وتضغط كليك شمال وتضغط وتحرك يمين وشمال كده. تمام? كده اول حاجة تعلمناها ازاي ان انت تحرك الفيديو وتزبط الابعاد بتاعته. تمام? الحاجة التانية يا شباب هي اللي انا تعلمها لقص الفيديو. تمام? انا مسلا في جزئية هنا انا مش عايزة مسلا. والجزئية داتا انا عايز اعملها قص. تمام? بتوقف هنا بتوقف هنا المؤشر ده كده عند الحتة والجزئية اللي انت عايز تقصها. طب لو انت ما انت شايفة اكتر وعايزة بوضوح تقدر ان انت تكبر كده وتشغل طبعا الفيديو وطبعا هنا هو بيتجرب صورة. تيجي مسلا عند الجزئية دي كده انا عايزة اقص الحتة دي كده. السواني دي كده. بتضغط هنا بتحط المؤشر هنا كده وبعد كده بتضغط على علامة المقص اللي هنا دي. تمام كده يا شباب? اهو. بعد كده بقى كده خلاص. الفيديو بقى اتنين. تمام? هلاقي هنا واحد بيتحدد والتاني لا. الجزئية بقى اللي انت عايزة تحزفها بتجي هنا من ناحية التانية لو في جزئية تانية عايزة تحزفها لو عايزة تحزف الجزء ده كله بتضغط على علامة الحزف. هنا كده تحزفها. كده ما انت بقاش للجزئية الصغيرة دي. تمام يا شباب? كده احنا اي حزفنا جزء من الفيديو. طيب كده احنا عملنا قص وحزف. طيب دلوقتي بقى الحاجة التانية عايزين مسلا نضيف انترو او اي حاجة للفيديوهات. نعم نستراض مرة تانية طبعا يا شباب الفيديوهات انا مجهزة. تمام? يعني ان اعلاقي الانترو وعلاقي كل حاجة جاهز. هنحط مسلا ولاكن الانترو بتاع الانترو البداية وانترو النهاية. اللي انا بحطهم طبعا في اخر الفيديو وفي اول الفيديو. طبعا كل قناة انا عمل لها انترو خاص بها. تمام? ولو احب ان انا يتكلم عن الانترو اكتبوه تحت في كومنتات لان في الناس تتعرفتها مني. فان شاء الله باعمل فيديو وهتكلم فيه عن الانترو ازاي تقدر ان انت تعمله بكل سهول. تمام? انا حددت مسلا الفيديوهات اللي اعايز هحطها. الانترو. وحديدت مسلا الموسيقى اللي انا بحطها على طول واللي فيه ناس برضو بتطلبها مني. وهنحط الكرامة لعلامة الاشتراك. طبعا عندي كزا واحدة بس انا بحط ديت الفترة دي. تمام كده يا شباب? اه دول الفيديوهات اللي انا هستخدمها النهار. اول حاجة بالنسبة للموسيقى بتحطها عادي جدا. طبعا لو انت عندك بقى تسجيل يعني انت هتسجل وتركبه على الفيديو بتضيف برضو الصوت بنفس الطريقة اللي انا ضفت بيها الموسيقى. طبعا الموسيقى يا شباب ممكن ايجي لك على حقوقة ما وناشر فانا هنصحك ان انت توطيها شوية وتخلي صوتك انت الاعلى من الموسيقى. الموسيقى بتضغط عليها كده بتحديدها بتروح عند علامة الضبط لو عايز توطيها او تعمل فيها اي حاجة. طبعا هنا اهوات يا شباب بيزغلك دي كده بتبدأ ان انت تشغل كده. اهو صوتها عالي بتبدأ بقى انت اتوطي كده عايز تعلي بتعلل الاخر طبعا هو هنا وطوط وبعد كبتضغط موافر. طيب دلوقت الموسيقى كبيرة فانا عايز اصغرها بتضغط هنا كليك كليك شمال وبعد كبتين مشوات يا شباب بس كده تمام عايز بقى احط الانترو ده طبعا الانترو بتحدده كده وبعد كبتضوفه في الاول. طبعا كده الانترو تحط وانترو النهية وتشغل. كده مية مية. ده الفيديو كده بقى جاهز. كده الانترو تحط انترو البداية وانترو النهية. الفيديو كده بقى جاهز. نقص بقى شوية حاجات كده هقول لكم عليه. زي مسلا لو احنا عايزين نسرع الفيديو او نبطه. يعني مسلا الحتة دي هت كده نقصوت عشان نسرع. هنروح هنا عند العلامة دي كده يا شباب علامة السرعة دي وبعد كده لاينا فيه سرعة مخصصة. لو انت عايز تضيف السرعة اللي انت عايزة او يعني ايه السرعة سواء كانت هتبقى بطيئة او سريعة. تمام? وبعد كده هنا هلاقي هنا مكتوب ببط وهتلاقي كزا نسبة تقدر ان انت تضيفها. وكمان بسرعة وكزا نسبة. لو ضغط مسلا طبعا اقل حاجة اللي هي اتنين اكس ديت ديت اقل حاجة. اقل سرعة. وهيسرع لك الفيديو يعني اعتبر ثانية عن ما هو اساسا. يعني الفيديو هيسرع ثاني. انما لو ضغط مسلا عند بسرعة وضغرت اخر واحدة اللي هي امية اكس هتلاقي الفيديو تقريبا اختفى. هتلاقي بقى سريع جدا هوت. هنشوف كده مع بعض. هتلاقي الفيديو بقى سريع جدا يا شباب. طب احنا بقى الوقت هنراجعه تاني. نخلي مسلا على اربعة. اربعة دي حلو. تبقى سرعية متوسطة. هوا كده الفيديو بقى سرعة. تمام? في حاجة تانية في البرنامج ده مهمة هقول لكم على الوقت. طيب لو احنا بقى عزل نبطه بنضغط على البطء وهنا بياخر ثانية او ثانية بس. او كده يا شباب كده الفيديو بقى بطيل. تمام. كده حاجة مهمة. في حاجة تانية بقى انا عايزة اقول لكم عليها اراجع الفيديو الاصله بقى تاني. هنراجعوا مسلا. هنسيب الفيديو مسلا على سرعة اتنين. في حاجة هنا بقى هقول لكم عليها ودي حاجة مهمة جدا ان انت ممكن تعكس الفيديو. يعني اللعبة مسلا لو بتجرب القدام انت ممكن تخليها ترجع الورى. طيب ازاي ده هنشوفه برضو. من خلال نفس المؤشر قال مكتوب هنا عكسي. تحت خالص اخر حاجة. لو ضغط على كده بقول لك هل تريد ان هو ينشئ ملف عكسي. يعني بتضغط نعم كده خلاص كل حاجة بقت عكس ما هي يعني. يعني لو اللعب جاب جم مسلا هتلاقي الكرة بترجع من الشبكة تانية للرجل اللعب. هتلاقي كل حاجة نبصهم هنا بقت عكسي. كده الفيديو تعكس وقت يا شباب. هنشوفهم مع بعض الوقتي. طبعا اللعبة بترجع الورى. مش بتتقدم له قدامها. بصوا. اللعبة بترجع هوا تشبه. كل حاجة بينا قدامكم. تمام دي حاجة طبعا مهمة جدا ان انت ممكن تعملها في ناس طبعا متستخدمة في الفيديوهات اللي بيكون مسلا فيها اكشن او حاجات من ديت. لانه طبعا الخاصات مهمة. تمام. دلوقتي احنا شوفنا بعض الخصائص. طيب بالمناسبة انا هشرح لكم بقى الخاصات دي كده بسرعة. او الخاصية اللي هستهم دي دي بيرجع خطوة عن الحاجة اللي انت عملتها. يعني مسلا رجعت خطوة كده اوات دلوقتي الفيديو معادش معكوس. تمام? معادش معكوس. طبعا انا عايز ارجع العكس من تاني وان ان سيت اساسا هي معمولة من ايه? بتضغط على السهم اللي قبله بتتطبق الخاصية اللي انت غيرتها. يعني سهم بيرجع خطوة ورا وسهم. لو انت مسلا رجعت الخطوة الورى بيرقدمك للخطوة اللي انت عملتها تاني. اما بالنسبة دي فديقة اللي بتحزف من خلالها ودي طبعا علامة المقص. اما الخانة دي كده يا شباب لو ضغطت عليها ديقة ان انت ممكن تقدر تعمل تكبير وتصغيل الفيديو مسلا كده بالشكل ده كده يا شباب. اهوات تقدر بقية ايه تخلي. لو انت بتعمل شرح مسلا عالكمبيوتر تكبر من خلالها. اهوات يا شباب. هنشوف كده. هلا طبعا ان الفيديو كبر. دي طبعا لو انت بتعمل شرح وعايز توضح للناس الكلام فانت بتكبر من الخانة دي. تقدر ان انت تكبر اللي انت عايزه. تمام. دلوقتي اما الخانة دي بقى طبعا دي خانة السرعة اللي بتبطأ منها وتسرع منها الفيديو. الخانة دي بقى شباب اللي هي خانة الرسمة ديت. دي طبعا متتحكم في درجة اللون. ودرجة حرارة اللون. بمعنى ان انت مسلا الخانة دي كده لو رجعتك الورا هلاقي اللون هنا بيبدأ تحس انه بيغماء. او يعني ايه بيبتدي يبقى لونه ازرع. كده طبعا بيبتدي باصفار زي ما احنا شايفين هوات يا شباب. فدية مسلا لو انت هتعدل على لون الفيديو. الدرجة اللي تحت بقى دية طبعا بتخلي الفيديو اوات هنا لونه داخل على لو رجعته الورا بيبقى لونه اقدر زيادة. زي ما احنا شايفين كده بيبقى اقدر وهيبتدي يغمع. يعني هنا دية درجات اللون بين الاخدر والموف. تمام? احنا كل حاجة هنا بنعملها وسط. تمام كده يا شباب? وبعد كده اي حاجة انت عايز بتضغط موافق خلاص كده اتحفزت معك. تمام? انا مش هعمل اي حاجة من دية. طب الخانة التانية اللي هي ديت. اللي هي شاشة خضراء ديت طبعا من خلالها بتقدر ان انت توضح الفيديو. ده رقم واحد. بتقدر ان انت تتحكم في الكوروما لو انت حضرت كوروما. مسلا هنا مفتاح للكوروما هوات يا شباب متعلم. فهلاحظ ان الملعب اختفح. لو علمناه هوات. الملعب هنا اختفى هوات يا شباب. تماما لان الملعب لونه اختفى. ولا ان الالوان العادية موجودة. زي ما احنا شايفين كده. طيب فينا حاجة عايزة اقول لك في البرنامج دي وتعتبر ميزة مهمة جدا. والميزة ديت مش عارف الحل الوقت موجودة في اي برنامج تاني ولا لا بس الميزة دي موجودة هنا. ايه هي? ان انت ممكن تختار اللون اللي يتعمله عازل. بمعنى يعني مش شرط الكوروما يكون لونها اخضر عشان يتعمل لها عازل. يعني انت ممكن تختار درجة اللون. ممكن اللون احمر. بتعمله كروم بالشكل ده وضغطنا على اللون احمر كده. هلاقي ان هدوم اللاعبة اللي هنا دي كده اللي كانت لون احمر اختفت. بقى اللون اسود. تمام? ممكن تختار مسلا لون ابيض هلاقي. هلاقي شباب ان يعني مفيش طبعا كل حاجة جاد زي ما هي. لو ضغطنا تاني عن اللون ابيض هلاقي شباب هلاقي ان الشرط اللي كانت لون ابيض بس الواضحة هلاقي اختفت برضك. بقى لون اسود لو طول تحظو ما هو تشبه. تمام كده هنختار مسلا لون تاني اللي هو اللون ده كده. طبعا انت بتختار درجة اللون حسب ما انتى عايز لو ضغطنا مياً للزرع اللي هو اللبني. لان الزرقة بتاعت اللعبة اللي هنا بقت اسود. انما لو ضغطت على تاني طبعا ما لا اخدر هنا فيه منه درجاتي. كده زودت اكتر. لانه هو اختار يعني هنا في لاخدر فيه منه اكتر من درجة. فديد دي shock الدرجات بتاعت اللون اللي ده يا شباب. تمام? انا مش عايز بقى الكرومة ده تطبع عادي. كده تمام. طيب الخانة ده برضو مش للكرومة بس يا شباب هنا حاجات تانية ممكن تعملها زي مسلا تحريك الفيديو مسلا الحركة دي. ممكن تختار شكل الفيديو يتحرك بالشكل ده كده. ممكن تختار هنا اللون درجة حرارة اللون برضو. اهد يا شباب هنا برضو بتتحكم في اللون وهنا طبعا بتتحكم في تباين اللون والحدة بتاعته التشبيع والسطور. ده طبعا الحاجات اللي انت اساسية بتحتاجها في اي برنامج مونتاج عشان انت تعدل على الفيديو. تمام? لحد دينا كوي. وانا طبعا خاص الصوت اللي انت بتحكم منها في الصوت في الضوضاء بتاعت الصوت تحويل الصوت مسلا لو انت هتحوله الصوت سينجاب او حاجة زي كده. تمام. وانا كلها خاصة طبعا مهم. واي حاجة انت عايزها بتضغط موافق. لو انت مسلا عايز يعني عمال لعبت في الاعدادات بتاعت الفيديو زي ما احنا شايفين كده اوات. وعايز ارجع بقى ايه الخطوات الاساسية. او هرجع لضاء الفيديو لنافسه لاعداداته الاساسية. تضغط اعادة ضبط داية. هلا ان الفيديو رجع كما كان. كده تمام يا شباب طيب. دلوقتي الفيديو كده كويس. الفيديو كده هتعمل اوات. دلوقتي بقى نحط مثلا الكرومة الكرومية الشباب. بتحطها كده. فوق الفيديو بالضبط. لازم تكون فوق الفيديو. عشان تظهر عليه. وطبعا بتصغر شكل الكرومة شوية كده. ونروح نضغط على علامة الضبط دي كده. وبقى نعلم على المفتاح كرومة. هيبدأ اللون اخدر يختفي بس لو لاحظته هنا هنلاقي ان اللون البيض واضح سنة. هتعلي دي كده. مسلا لحد اتنين او تلاتة. هتلاقي ان اللون البيض اختفى تمام. تمام كده يا شباب. وينا برضو ممكن تتحكم في الشكل كده. طبعا يا شباب يعني كلها ادوات سهلة طبعا البرنامج كله سهل. ولو انت حولته لللغة العربية هيبقى من نسبة لك ساهل. تمام بعد كده بتضغط موافق كده كرومة اتحطت على طول على الفيديو. زي ما انت شايف الكرومة كده تمام. تمام كده انا حطيت يا شباب الانترو والكروم. تقدر كمان انت تضيف صورة مسلا على الفيديو لو تحط لوجو او اي حاجة زي كده. نضغط مسلا نجيب اي صورة. مسلا الصورة دي كده يا شباب نحطها كلوجو. ونحطها كده فوق الفيديو. هنحطها طبعا فوق وبعد كان يتحكم فيها بقى بشكلها. هوات نصفرها مسلا كده بقيت لوجو هوات وممكن نحطها لوجو متحرك كمان لو احنا مسلا عزلنا حركة وممكن نعمل لها نضغط على الحركة دي ونضغط مسلا هنا اي حاجة ونختار اي حاجة منه ويبدأ اللوجو انه هو يتحرك. تمام كده يا شباب وبعد كابتش ده بقى على الفيديو كله او لحد الفيديو اللي هو الشرح بس. ملناش طبعة ملناش دعوة بالانترو. عشان نحطها نعلنت. بس كده الصورة حتى تقيت يا شباب. تمام. طيب لو انت بقى عايز تسجل. تاني حاجة عايز اقول لكم عليها لو انت هتسجل طبعا البرنامج ده يا شباب بيسجل آآ فيديو. وعالفك على الفيديو اللي ما سوره لكم مع الكمبيوتر ده بيستخدامه. تضغط على تسجيل دي كده. طبعا هنا بيجيب لك تلتة اكتراحات. تسجيل من كميرة لو انت معلق كميرة على الكمبيوتر. تسجيل شاشة الكمبيوتر اللي هو هتصور الشاشة كده زي ما انتو شايفين لو ضغط على تسجيل شاشة. وهي هنا تسجيل التعليق الصوتي لو انت تسجل صوت بس. تمام? بس انا طبعا ما نسحكش ان انت تسجل صوت منه. لان طبعا البرنامج ده اعتبر مش في الصوت مش قوي يعني. مفهوش الامكانات اللي هتديك صوت احتراف. تمام كده يا شباب? لكن انا بستخدم البرنامج ده في تصوير الشاشة طبعا والمونتاج لان دول اما حاجة. تمام? تعالوا نشوف القسم اللي فوق ده كده القسم ده كده بيعمل ايه? اول حاجة تقسيم الشاشة دي يا شباب لو انت عايز مسلا تقسم الشاشة وتحط في فيديو هين في الشاشة. ممكن تقسم الشاشة لتلاتة براحتك دايما انت عاية. هنا مسلا لو نختار دي كده. تمام? ونطبقها هنا. هوات يا شباب هتحط طبعا الفيديو. حرك الفيديو كده. هوات يا شباب ونصغر الفيديو عادي. طبعا انا احاول ان انا ازبط الفيديو على الشاشة دي. كده هوات يا شباب. جزئية التانية من الفيديو. ممكن تضيف جزئية تانية كمان. مسلا هناخد فيديو الانترو ده. في المقابل كده. بس طبعا هنا هتعرض بعده. فلازم تحط فوق الفيديو بالظهر. كده شاشة اسمته الفيديو الاتنين هتعرضه في نفس الوقت. تمام? ده في حالة لو انت عايز تضيف فيديوهين. طبعا ممكن تضيف بقى الفيديوهات ديت باكتر من شكل واكتر من طريقة. ممكن تضيف تلات فيديوهات اربع فيديوهات زي ما تعايد. المهم الاختارات ده تاني كده ما باستخدمعش. اما بالنسبة للخانة التانية اللي هي عناصر فدية ممكن تحط منها مسلا اشكال اي كلام حاجات اسهم حاجات من دي. لما انت مسلا هتحط الحاجات ديت في اشارة مسلا. تمام كده? التأثير وده طبعا فيها تأثيرات جميلة جدا. انا بحطها طبعا على الفيديوهات. زي التأثير ده كده يا شباب ممكن تحطه كالتأثير ده كغلاف او كبرواز كده للفيديو. زي ما احنا شايفين اهوت يا شباب هيبقى بالشكل ده كده. انا حطه مسلا التأثير ده كده. تعالوا نشغل. اه يا شباب. طبعا التأثير ده اضحى. تمام. اما بقى طبعا فينا تأثيرات كتير. بالنسبة بقى للتأثيرات اللي هي مسلا تأثيرات العازل. اللي انت مسلا لو فيه واحد وش ومش ما انتش عايز تجيبه. بتعمل ايه والحاجة بتعملها ازاي? بتنزل تحت هنا عند كلمة دي كده. تمام? بتضغط عليها بيجيب لك هنا بقى شوية تأثيرات. فينا تأثيرات للوجه. بقول لك طبعا دي بتاعت الوجه. وفي هنا تأثير طبعا لو انت هتضفه على لوجو مسلا معين وعايز تخفيه. زي كده بتختار طبعا التأثير وبعلي كده بيتحدده هو تتحكم بقى في الاعدادات بتاعته وتخفي باللي انت عايز. طبعا على اللي تلاقي هنا مجموعة من التأثيرات تسعة تأثيرات دول تقدر ان انت تختار طبعا هنا هنلاقي كل التأثيرات اللي انت شايفها واللي انت عايزها كمان هتلاقي موجود. طمام كده يا شباب هنروح للخنا اللي بعدها واللي هي انتقال انتقال دي تبدأ بتحط لك انتقال مسلا بين الفيديو والفيديو. يعني مسلا نحطها كده في اول الفيديو. تعاون شوف كده. واحد يا شباب طبعا الفيديو انلاحظ طبعا في الانتقال ادي هنخفي الفيديو ده ونشوف واحدة يا شباب. اه دي طبعا الانتقلة اللي احنا شفناها طبعا فينا اشكال كتير للانتقالات تقدر ان انت اضيفها. الخانة التانية اليان عنوين دي طبعا من خلالها بتقدر ان انت تكتب. طبعا في منها اللي انت بتكتب مسلا لو انت هتعمل او نهاية لفيلم كسير او مسلسل او اي حاجة طبعا بتكتب طبعا انها الاسماء في الاختيارات دي كلها زي ما انت شايف كده كل ده اسماء بتقدر تكتب. مكتوب لك انها جهاز الشخصيات بتقدر ان انت تكتب الاسماء والادوار بتاعت النقل تمام وفي هنا مسلا حاجة تانية زي دي كده لو انت هتبدأ مسلا تكتب عنوان للفيديو بتاعك بس طبعا اللي انا بستخدمهم واللي معظم واليوتيوبرز اللي بستخدمهم اللي هم العناوان اللي زي دي كده شباب طبعا اي حاجة اه طبعا هنا مكتوب لعلمة التنزيل انت بتنزل الحاجات دي بالانترنت من البرنامج بتضغط عليها كده بي بتبدأ انها تتنزل تضغط هنا على علامة الزادة اللي في النص دي كده تكتين تنزلها على طول تقدر ان انت بقى تستخدمها اهوات طبعا ان هنا يا شباب بوزت شكل الفيديو خلق تماما احاو المهم بتاعي نشوف كده يا شباب اهوات بتختار مسلا دي كده تقدر بقى ان انت تضيفها ازهارت هنا ومتقدر ان انت بقى تكتب الاسم عليها بالشكل ده كده تمام يا شباب تقدر ان انت بقى تحدد هنا كده وتحزف تكتب مسلا محمد واكا هتبدأ الموافق هتيجي بقى تشغل كده الفيديو زي ما انتم شايفين هو ده شباب تمام كده تمام تعال بقى نروح للخانة اللي بعدها واللي مكتوب على اسمعي الخانة دي بتدع ان انت تنزل الموسيقى من على الانترنت من خلال البرنامج طبعا دي كلها موسيقى تقدر ان انت تنزلها واضافة بس انا طبعا ما بحطش اي موسيقى من البرنامج لان انا معاها الموسيقى اللي باستخدمها الوسائط بقى ديات اللي فيها الحاجات فيها الملفات والفيديوهات اللي انت حططها عشان تستخدمها الفيديوهات بتاعتك تماما انا كده شرحت لكم البرنامج بالتفصيل وكل حاجة فيه في حاجة بقى عاز اقول لكم عليها دلوقتي البرنامج ده هسيب لكم لينك اللي تحميله في صندوق الوصف من خلال موقعه الرسمي تمام كده يا شباب قبل بقى ما اقفل الفيديو هنشوف بعد كده ازاي بقى ان انت اصدر الفيديو وايه هي الجودة اللي انت ممكن تستخدمها. تمام؟ هنا بقى يا شباب طبعا خانة ديت اللي هي ملف اللي انت له هتعمل مشروع جديد وهاز تحفظ المشروع ده. طبعا هنا بتقدر ان انت تختار ابعاد الفيديو هتيبها مسلا تسعة ستاشر وديد اللي انا بستخدمها في فيديونات اليوتيوب esempio لو هتعمل فيديو طولي لانستجرام بتستخدمه واحد لوحد طبعا فينا كزا اغتيار لكن انا بستخدم تسعة ستاشر تمام؟ طبعا هنا هنحفظ مسلا تقدر ان انت تحفظه كمشروع وتكمله. وتقدر ان انت تصدره كفيديو بقى خلاص. طيب كده جاهز. طيب كده يا شباب. هنروح ليه كلمة تصدير دي كده. طبعا هنلاقي هنا كزا اختيار. بقول لك انشاء فيديو تحكم. طبعا احنا بضغط على الخانة التانية اللي هي تصدير الى جهاز. تمام? بعد ما بتضغط عليها بقى هنا بيظهر لك شوية حاجات كده واختيارات. اول حاجة كلمة محل دي لو ضغطت عليها بيجيب لك صغط الفيديو. طبعا فينا وطبعا هتلاقي وهتلاقي هنا كزا جاو ده وكزا صيغة. تمام? ماناش دعوة بديت لان طبعا الامب فور طبعا بيكون حجم الفيديو فيها كبير. وطبعا الفيديو بيبقى فيها بيوصل ممكن لو يوصل لفور كي او فول اتش دي. لان طبعا هنا ابعاد الفيديو الف وتمانيين في الف وتسعمية وعشرين. تمام? انت بقى لو عايز تعمل فيديو تكون جاودته كويس ويكون حجمه قليل عشان طبعا الحجم بيفرق لما انت بتجي ترفع الفيديو على تمام? فانت لو عايز تعمل فيديو بحجم كويس ويكون طبعا جاودته برضو كويسة فانت بتروح عندي كلمة جهاز تمام? بس طبعا اشرح لكم كل حاجة قبل ما اعرفكم. لو ضغطت على كلمة جهاز هتلاقي هنا طبعا في صغط ايفون في صغط ايباد في ابل تيفي في ابل تيفي افور كي. وهتلاقي هنا ايبود وهتلاقي هنا سامسونج جالاكسي وهتلاقي هنا كزا جودة سمارت فون وكزا جودة واكس بوكس وبي اس بي وهتلاقي بلاي ستيشن فور سمارت تيفي شوية يعني ايه جودات هنا متعددة. تمام? لو روحت عندي يوتيوب هنا هنا بينشر الفيديو على اليوتيوب مباشرة. بس انا ما نصحكش بديعة. لان انت ممكن تنشر الفيديو على اليوتيوب مباشرة في غلطة. لو انت مسلا نسيتها او نسيت تعدلها فيعني هتضيئة. فانا هنصحك ان انت تصدرها على الكمبيوتر بعد كده تشوف الفيديو وتشوف بقى تنشره على اليوتيوب او تشوفها تنشر. طبعا هنا في فيمو ودي فيديين. طبعا الحاجات دي كلها ما بستخدمها هنروح عندي جهاز ديت يا شباب هتصدر بالطريقة انا قلت لك عليها والفيديو هيبقى حجمه كويس. هعرفك كمان الفرق بين التصدير من هنا والتصدير الانبفور لو لاحظت انها صاحب هتلاقي مكتوب الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين والحجم اتنين وتسعين ميجا بايت. تمام? وهنا برضو خمسة وعشرين في ريم في السنة. معدل الاطار. لو رحت عندي جهاز واخترت لي ايفون هتلاقي ان هنا الف امتين وتمانين في سبعمية وعشرين تلاتين في في السنة. وطبعا هتلاقي الحجم سبعة وعشرين ميجا بايت. سبعة واربعين. طبعا كده يا شباب. فانا هنا بصدر بصيرة ايفون. ليه? الاول حاجة بتديني جودة الفيديو بتكون كويس. والجودة كمان يعني ما بتكونش يعني بتاخدش مساحة كبيرة. لان طبعا انت مسلا لو عندك فيديو حجمه ميت ميجا على على صيرة الايفون هنا في الامبفور ممكن يبقى تلتموت ميجا. فطبعا المساحة هنا هتبقى كبيرة عليك جدا. وطبعا ده بيسحب من النت كتير. وبياخد وقت في تصدير الفيديو. فانا انصحك ان انت هتصدر بصيغة الايفون. بس طبعا الصيغة ديت ممكن ما تلاقيهاش على البرنامج اتنين وتلاتين بت. فبرنامج الاتنين وتلاتين تشرحه مختلف تماما عن البرنامج ده. لانه طبعا انا كان عندي البرنامج الاتنين وتلاتين لان النسخة اللي عندك اتنين وتلاتين قبل كده. فالبرنامج الاتنين وتلاتين ممكن ما تلاقيش فيه الصياغ ديات. انما برنمج الاتنون تلاتين لما تجي تصدر منه هتصدر على صغة عادي جدا. انما بقى الاربع وستين اللي هتصدر صدر بصغة الايفون. تمام بتضغط تصدير كده. بيبدأ ان هو يحمل هوات يا شباب. لما انتم شايفين هيحمل بسرعة لان الفيديو مدوته قليلا. تمام? هوقف الفيديو يا شباب طبعا انا مش هحمله لان خلاص هو بعد ما يحمل هتلاقي عندك في مدير الملفات على طول اه في كمبيوتر. تمام? كده انا خرجت بقى من الفيديو. طيب كده يا شباب كان شرح بسيط لبرنامج في المرة. اتمنى يقول فيديو عجبكم ان شاء الله الفيديو الجاية يا شباب لو عندكم اي حاجة معينة عايزين ان انا اشرحها اكتبوا لي تحت في الكومنتات. طبعا البرنامج انا فهمتوكم شرح بسيط عنه كده. والبرنامج اول ما هتحمله ببرنامج سهل جدا هتفهمه بنفسه. طيب كده يا شباب نكون نصلا لنهاية الفيديو. اتمنى لكل فيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسابسكرايب. كما معكم محمد جابر ونتقبل في الفيديو الجاي السلام عليكم.